دورة الإنجليزة طبعاً النهاردة ليفر بول النادي المحمد صلاح ليفر بول النهاردة فاز على إبسويتش تاون 2 صف الجولة الأولى وتاسع موسم على التوالي مو صلاح يحرز في مباراة افتتاح فريقه ليفر بول مبروك لمحمد صلاح كثير من الأرقام التي تحطمت على يد الفرعون المسيح بالمناسبة آه هنغيب شغالنا أهل وزمالك النهاردة الرجل يعني عمل احتفالية رمز نادي الزمالك النهاردة الناس وللأسف ألاقي بعض أنه قدر يضيين للأسف هو بيحتفل بشعار نادي الزمالك الراجل عاوز يقول أن القوس عنده تمام وجوعبته مازال فيها الكثير حيطلع منها أهداف رماح تنال الفرق الأخرى ده فلتسافت محمد صلاح في احتفاله مع كامل احترام لنادي الزمالك مع كامل احترام لنادي الأهلي سيبه محمد صلاح في حاله بلاش ندخله في اعتون الصراعات المحترمة ما بين الجمهورين أهلي وزمالك الرجل عاوز يقول أنا جعبتي ما زال فيها الكثير من السهام والحراب اللي هتوجه إلى الفرق على مدار الموسم طبعا صلاح أكثر تسجيرا في الجولة الافتتاحية بالدوري بتسع أهداف فريق ابسويتش تاون هو الضحية رقم 28 لصلاح بالدوري وصل لتلتمية وخمسين مباراة مع ليفر بول بكل البطولات سجل ميتين واثناشر هدف سنة تمانية وتمانين ساهم بتلتمية هدف مع نادي ليفر بول صلاح قال النهاردة لا أعرف سبب نجاحي في المباريات الأولى باشا يعني نجمة كبير نمسك الخشب وربنا وفاك في كافة المباراة أتمنى سمرار ذلك طوال الموسم وليس أول مباراة أتمنى مساعدة الفريق ككل دائما والفوز هو الأهم الفارق بين كلوب سلوت الأمر مختلف لأن كلوب كان معنا ثماني سنوات والآن مدرب جديد سلوت لديه منظومة جديدة ومختلف علينا ولكن علينا التأقلم ونكتشف أسلوب لعب لا نريد ضغط أنفسنا نريد لعب كرة القدم ونستمتع ونرى ماذا سيحدث في النهاية كابتنسوات